سواء خير مشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من بنصبح عليك زي ما تعودتم معنا دايما يوم الثلاث بتكون معنا فقرات متميزة أولا فقراتنا هكون خاصة بفن إيتيكيت التعامل في الوظيفة وما هي يعني الأسليب اللي فيها نوع من الشياكة وكمان يكون فيها نوع من الإسلوب الجاية في التعامل الحقيقة هيكون عندنا هذا اللقاء مع الأستاذة ندين جاد خبيرة الإيتيكيت ونكلم عن المهارات المهمة جدا أنها يكون عندنا أثناء التعامل أثناء العمل ودي هكون فقرتنا الأولى لكن هنلتقي بعد هذا التقرير الرياضي وأهم الأخبار بنعود مرة أخرى مشاهدينا وفقرتنا الحالية هي فقرة الأخبار من أخبار مصر الرئيس السيسي يوقع قوانين بربط موزنة عدد من الهيئات للسنة المالية عشرين تلاتة وعشرين عشرين أربعة وعشرين بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة العام الهيجري الجديد 1445 هجرية جاء بها في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأزهان الأمال والطموحات وبمناسبة إشراقة العام الهيجري الجديد 1445 هجرية يطيب لي وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهاني وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد ونحن في زلال تلك الذكرى العطرة بما تحمله أحد أحداثها من قيم وفضاء الرسخة وتحلى بها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتوجه للمولى جلة قدرته أن يجعله عام خير وبركة ونماء يواصل فيه الشعب المصري العظيم التكاتف صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة لجني سمارة تنمية والإزدهار حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها وحفظكم سيادة الرئيس لقيادة مسيرة الوطن للمزيد من الرفع والسمو والرخاء كما بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفي كبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة العام الهجري الجديد 1445 هجرية جاء بها بمناسبة الاحتفال بقرب حلول العام الهجري الجديد 1445 هجرية يسعدني وهائية الشرطة أن نبعث لسياداتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلة قدرته أن يكلل مسيراتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد أننا نستوحي من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعليم السلام والتعايش والإخاء ونستهل لهم من سيراته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والاعتدال تلك التعليم والقيم التي تعلن للعالم براءة الإسلام من التطرف والغذر والإزهاق أرواح الأبرياء ونحن في هيئة الشرطة إذ نمضي بعظيمة لا تلين لتأمين حاضر أمتنا وسعيها نحو التقدم والنماء لنرجو لمسيرة سياداتكم الوطنية دوام التوفيق والسداد وكل عام وسياداتكم بخير بعد كده معنا خبر من الأهرام رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد من أخبار مصر رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الدولة حاليا بقطاع الشركات الناشئة وملف ريادة الأعمال من جريدة الأهرام الخشط يعلن إطلاق أكبر مشروع في تاريخ جماعة أقاهرة لتطوير العلوم الإنسانية التخصصات البينية والمتكاملة من جريدة اليوم السابع قانون للاتحاد الأوروبي يلزم بتصنيع هواتف تحتوي على بطاريات قابلة للاستبدال من جريدة اليوم السابع أكثر من ربع البالغين بالمملكة المتحدة استخدموا الزكاء الاصطناعي التولدي من جريدة الوطن أسوان تحتفل بالمهرجان السنوي للمانجو أجواء مبهجة وأغاني تراثية من أخبار اليوم غرائب العصر الحديث رحلة حول العالم في 80 ساعة فقط الرحلة التي تحدثت عنها هنا هي رحلة السريعة حول العالم شرع بها صانع المحتوى المبدع نويل فيليبيتس وهو 42 عاما في رحلة حول العالم لمدة 80 ساعة إذ غادر مدينة يوستن الأمريكية في أبريل وعاد إليها في غدون ما يزيد قليلا عن ثلاثة أيام من الطيران الرياضة الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة حرس الحدود في الدوري غدا سنائي منتخب المصرعة يتوجهان إلى مجر لخوض بطولة العالم من المصري اليوم سعر الزهب الآن المعدن الأصفر يتراجع بمنتصف تعاملات الصاغة أمس الاثنين 17 يوليو 20-23 وآخر أخبارنا هكون التقس تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع في درجات الحرارة ليسود تقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء شديد الحرارة راتب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد حار راتب على السواحل الشمالية معتدل راتب ليلا وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم قاهرة العظمة 38 درجة ومحسوسة 41 درجة والصغر 27 درجة والإسكندرية العظمة 33 درجة والصغر 25 درجة مطروح العظمة 32 درجة والصغر 25 درجة سهاج العظمة 42 درجة والصغر 27 درجة وقناء العظمة 43 درجة والصغر 28 درجة أسوان العظمة 44 درجة والمحسوسة 45 درجة والصغر 30 درجة دي كانت أهم الأخبار بعد الفاصل هنلتقي والإيتيكيت وفن التعامل بمجال العمل هيكون عندنا هذا اللقاء مع الأستاذة ندين جاد خبيرة الإيتيكيت بعد الفاصل بنعود مرة أخرى مشاهدين فقرتنا الحالية هكون خاصة بإيتيكيت وفن التعامل في المجال الوظيفي أو مجال العمل الحقيقة هنكلم عن هذا الموضوع مع خبيرة الإيتيكيت أستاذة ندين جاد صباح خير صباح منورانا ومشرفانا الحقيقة يمكن موضوع إيتيكيت التعامل في مجال العمل أو الإيتيكيت الوظيفي خلينا نتكلم على إنه الإيتيكيت هو أسلوب حياة يعني فيه نوع من الزوء التعامل مع الآخر فيه نوع من الاحترام لكن في البداية خلينا نبدأ من الأول حد رايح يقدم على وظيفة وبالتالي هيكون فيه انتفيوه إيه اللي مهمة قوي إنه هو يتعامل بأي اسلوب في رقي وإيتيكيت في التعامل وهو رايح الإنتفيو ده؟ مبدئيا قبل ما يروح لازم يذاكر تاريخ المؤسسة أو المكان اللي هو رايح لازم ياخد فكرة عنه هو رايح كيان شكله إيه وبيتعامل في إيه وتاريخه إيه وإيه الصفقات اللي تمت عن طريقه بيوصل قبل المعاد لازم ينام بدري ويزبط أموره ويعمل حساب ركنة العربية أو إنه هو يوصل للمكان والتفاصيل عشان ما يتأخرش عن المعاد المحدد فالمفروض يوصل قبل المعاد اللبس المفروض في الانتفيو بيكون لبس نوعا ما كلاسيك بنبعد خالص عن الجينس وبنبعد خالص عن العادي اللي احنا بننبسه في العادي سواء رجل أو امرأة فبيكون لبس كلاسيك بنبعد عن الألوان المشهجرة للمرأة بنبعد عن ما يشف وما يوصف لإنه هو المكان أنا رايح أعمل انتفيو شغل بما أنست نزلت مجال العمل مرأة فوزيها زي الرجل لا يوجد قاعدة أن يتفتح لها الباب أو الكلام ده لا يوجد داعي للمكياج الصارخ لا يوجد داعي للعطور النفاذة لا يوجد داعي لقطع الإكسسوار الملفتة لأن دي بتشتت اللي حوالي صحيح الفكرة أن نكون محضرين الأسئلة بمجرد ما بنوصل المكان طبعا نضافة الحزاء مطلوبة جدا لأنها بتلفت الأنظار لأن بنمشي في كل الأماكن اللي ممكن تتوسخ الحزاء فالفكرة أنه لو نضيف بيبقى بيتاخد انطباع أن الدنيا الشخص مهندم أو الشخص نبدأ عن الروايح النفاذة لأننا بنفرد ذوقنا على الآخرين وارد أنه هو يكون الموظف شاطر جدا ومعي شهادات كثير جدا ولكن بيحط عطر النفاذ ويكون اللي بيعمل له الانتروفيو أو مديره عنده مثلا حساسية فكده أنا حفكر كمديرة للمكان ده وده عندي موظف شاطر فأنا هعرف أن أنا حيجيلي صداع كل ما أشوفه أو العطر ده يكون بيفكر اللي بيعمل له الانتروفيو بذكرى أو بحد مش كويس فأنت لو عايز تحط نوع من أنواع العطور مش لازم تبقى العطور النفاذة اللي تفضل في المكان بعد ما تمشي ده ملوش علاقة بالإتيكيت وبالشياكة ده أنت كده بتفرد زوءك على الآخرين حط بس اللي أنت تبقى شامو أهم من دقي أن أنا أثبت الإسويرة بتاعة الأميس أن أنا أخد بيلي ما ينفعش ألبس بدلة وأميس نوسكم لازم تبقى الإسويرة بين الكرافاتي يبقى لي الشراب يمشي مع لون الجازمة ولون البانتالون ملوش علاقة خالص بالأميس بيروح المفروض أنه هما بيعودوا ما بيسألوش غير لما بيتوجه لهم السؤال وما قال له ودل ما يذكرش تفاصيل مديره أو الشغل السابق بطريقة مش كويسة لأن ده بيدي انطباع أنه لما بيصيب حد بيتكلم عنه بطريقة مش كويسة لازم يفكر أنا حضيف إيه للكياندة صحيح مش بس أنا داخل عشان أشتغل كذا وأقبط كذا لا خالص هو أنا فيه لذائي كتير إيه الفرق ما بيني وما بين غيري لازم يبقى بيشرف المكان لازم يبقى حيضيف لي إضافة وخلافه ممنوع طبعا البادي لانجوش ده بيقرأ يعني البادي لانجوش يعني الناس كتيرة جدا بتحكم على الشخصية من خلال البادي لانجوش يعني لو قاعد متوتر أكيد هيكون فيه بادي لانجوش معينة طب إيه الشكل الأفضل اللي مثلا حد رايح يعمل انتبيو أو جديد في مكان والأسلوب اللي يدي انطباع جاية الاتيكات الحرك بيقول قاعدة الرجل بتكون ازاي قاعدة المرأة وقفتهم ماشيتهم كل التفاصيل دي فإحنا دلوقتي مش بقول نذاكر بس ناخد فكرة ممنوع إن أنا ألمس أي حاجة على المكتب ممنوع إن أنا حط إيدي أو متعلقاتي على المكتب الموبايل لازم يكون مقفول لازم ما فيش أي مشتتات أنا ما ينفعش أتشتت وأنا لازم أركز كي يريح امتحان بالضبط بالضبط خلص خلص الانتريفيو ولقى الإعجاب وحيبتدي بقى يشتغل وهنا بقى نبدي مرحلة جدا بداية الإتيكيت والتعامل الجميل الإسلوب الحلو في التعامل في العمل بينعكس علي بشكل إيجابي جدا سواء من الإنتاج أو من تعاملاتي أو من المساعدات من الغير لو أنا بتعامل بشكل لطيف هاي أول حاجة أنه يقدر نقولها وموظف جديد أو موظفة جديدة في مكان تعمل إيه؟ أول حاجة الالتزام بمواعيد العمل ده مهم جدا أن أنا أوصل في المعيد وأوصل مظبوط وأيا كانت من مشاكل أو ضغوطات الحياة الإجتماعية أنا بسيبها على باب المؤسسة أو الكيان اللي أنا داخل أشتغل فيه وبعد وبحاول أن أنا في الأول أسطح العلاقات بلايش العمق في العلاقات أن أنا أقرب من الناس وأحكي لهم خصوصياتي وأضيع وقت الشغل وأضيع وقتي ويتاخد عني انتباع مش كويس لازم أعرف إيه هو التوصيف الوظيفي الوصف الوظيفي يعني إيه؟ أنا إيه بالزبط مطلوب مني عشان مش كل يوم حد يطلب مني حاجة فأعمل حد يطلب مني حاجة فأعملها فتبتدي المهام بتاعتي تزيد وأنا باخد نفس المرتب بنفس الفلوس بنفس التوقيت بتاع الشغل بس فيه شغل أكتر فأنا مهمة جدا أعرف قبل ما أعرف إيه اللي لي أعرف إيه اللي علي وكون ملتزم بي أدي وقت الشغل للشغل يعني ما ينفعش نبقى إحنا مثلا بنشتغل وألاقي فيه رايحين يأكلوا ويشربوا فأنا أروح معاهم حينموا ويعملوا فأنا أروح معاهم هنبتدي نفتح مواضيع الانطبعات التعليقات إن أنا حاول أستذرف لا 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 أنا بروح بحاول أسمع في الأول يعني أحاول أقفل شوية بقي وأسمع وأعرف الشخصيات وأعرف أنا تعرف على الأولية أركز في شغلي وأعرف إيه بالزبط المطلوب بيني ألتزم ما ضيعش وقت العمل لأن أنا هتحاسب عليه حتى ما بيني وما بين ربنا ضميري يعني ممكن أجامل زميلي آه أجاملهم بس في الوقت المناسب يعني إحنا دولة يسي في وقت في البريك أنا أشوف بقى لو في حد مثلا ترقى لو في حد عنده مناسبة اجتماعية لو في حد عيان أنا ممكن أروح وأزور أسأل أتواصل لو يعني في المناسبات وفي الأعياد ودايما يبقى فيه ابتسامة على وشي واثق من نفسي من الخطوة بتاعتي من قعدتي من اسلوبي إن أنا هيبقى فيه ثقة لازم كمان أخد بيلي من نبرة صوتي لأن ده بيفرق في المكان اللي أنا فيه بزبط ما ينفعش أروح أقولهم أنا حايا كل أكله وأجيب مثلا ساندويتش وأجيب أكل ريحته نفازة بعض الأماكن بترفض وبعض الشركات بترفض خالص الاتجاه ده وبيحددوا أنواع الأكل ولو فيه مكان مخصص للأكل أنا ألتزم به ما فيش داعي أن أنا أكل في مكتبي أحافظ على المساحة بتاعتي على المكتب وعلى نضافته وعشان لو حصل وحد دخل فهو ده بيعبر عني التنظيم في الشغل الالتزام بالمواعيد مش مواعيد حضوري وانصرافي مواعيد أن أنا أخلص شغلي يعني ده حيخض لوقت الشغل حتى يخلص ده حيخض له يومين ده حنتهي منه النهار ده بأن أنا لازم ألتزم بالمواعيد لازم يبقى فيه مصدقية لو حد استأمني على سر خلاص لو أنا سمعت غصب عني حد بيتكلم ما ينفعش أن أنا أنقل الكلام أبعد بقدر الإمكان عن الأمور الشخصية وألتزم بالألقاب ما ينفعش أشيل الألقاب من الأول وأتعامل وأقول أصلا بتعامل بحريتي أصلا بتعامل براحتي أنا بتعامل بطبيعتي عشان أكون أقرب للناس لا إحنا في الأول بنلتزم بالألقاب لغاية لما نشوف شخص نفسه هل العلاقة يعني أصلا فيه فرق ما بين الصداقة والزمالة والصحبية الزمالة دي بتفرد علينا مش إحنا خالص اللي بنختار الأشخاص ومش إحنا خالص هي بتبقى الزمالة علاقة لوقت معين بتوقيت يعني هي بتبتدي في وقت معين لتوقيت معين لانتهاء الغرض سواء بقى دراسة أو شغل وإحنا ممكن نسيب الشغل ونروح شغل تاني فحيطة إن إحنا غير الصديق أو الصاحب اللي إحنا بنختاره فالفكرة إن ما فيش داعي إن يبقى فيه قرب ونحكي واسأل ويبقى الموضوع يدخل في شخصانة جدا ونسطح الأمور طيب كمان يعني لما بروح وظيفة جديدة أو مكان جديد مهم قوي إن أنا أكون على الأقل شخص يعني محبوب في المكان يعني يعني يكون عندي قبول عند الزملاء عند الرؤسائي ده يتم إزاي من خلال سلوب الشيك والإتيكات الإبتسامة إن أنا أستخدم الكلمات الاستئذانية يعني أستخدم وأنامي ثقافة الاعتذار يعني أنا معدية وقعت حاجة غلطت غصب عني دست على رجلة حد زقيت حد وأنا مستعجلة أخذ بيلي وأعتذر يبقى فيه ابتسامة على وشي قبل ما أقرب من أي حاجة أو أطلب أي حاجة من أي حد يبقى فيه ابتسامة ويبقى فيه كلمات اللي هي من فضلك لو سمحت بعد إذنك لو حد فتح لي باب فتح لي باب أسانسير باب مكتب ساعدني ناولني ورقة جاب لي حاجة أتعامل معاه إن أنا أقول شكرا يعني هي حاجات بسيطة ولكن الالتزام بيها بيفرق جامد آه ده بيفهم في الزوق صح ده بيأخذ باله لو حد كبير في السن أنا بديله المساحة بحترم قراراتي وكلماتي ونبرة صوتي وقطوتي مع العميل اللي أنا بتعامل معاه اللي جاي يعمل حاجة وخصوصا لو أنا في خدمة عملة يعني فيه بعض الأمور بتتطلب إن المرأة تقوم من على مكتبها توصل العميل لغاية باب الأسانسير أو تقوم ترحب به وتسلم عليه وتقول له تفضل وقعد طبعا ولما أقول كلمة ألتزم بيها كل ده بيدي انتباع ده زوق ده عنده أخلاق صحيح ده بيمشي الأمور ده الإبتسامة ما بتفرقش وشه ده عمره متكلم بطريقة غير لقيقة على حد كل ده بيدي انتباع طبعا كمان حتة إنه هو هدومي نظيفة على طول مكوية على طول شكلي كويس لو الرجل ده أني محلوقة لو السيد أخذ بالها كل ده بيفرق جدا وبيدي انتباع مختلف طيب خلينا ننتقل إلى جزئية أخرى وهي النجاح في العمل من خلال الإتيكيت أو اسلوب المهزب والزوق والمجامل كمان لأنه جزء كبير جدا من التعاملات بيكون فيها نوع من المجاملة وليس النفاق لا 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 طبعا ما هو فيه شعر ما بين المجاملة والنفاق طبعا فنقدر نقول إنه خطوات النجاح ممكن تتلخص في كام خطوة خطوات النجاح هي الالتزام أنا لازم أدي المؤسسة حقها من وقت ومن شغل ومن أن أنا كمان أشرفها لو أنا حمس المؤسس دي في أي مكان تاني برا أنا لازم وقتها مش هيتقال فلان الفلاني أو فلانة الفلانية لا ده هيتقال ده شركة كذا ده بانك كذا ده فبيدي انتباع كويس إن أنا ماينفعش أتصرف بعشوائية أتصرف بتلقائية أعمل بحاجات لا 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 الشغل مافوش الكلام ده فالخطوات إن أنا أحافظ على كلمتي أبقى واثق في نفسي مظهر أخذ بالي من مظهري من الياختي أخذ بالي من الكلام اللي أنا بقوله وأفكر في الكلمة قبل ما أنطق بيها كل ده بيفرق جدا في مجال العمل كويس طيب الشباب يعني الأنسات بقى الجداد في مكان النصيحة الأولى للانتباعات الجيدة عند الزملاء يعني مهم أوي إن أنا مكنش مجامل بشكل مبالغ أو إن أنا أحاول إن أنا أتقرب بشكل زيادة يعني مهم أوي كمان إن أنا لو حاسس إن أنا هاخد شغل أو أعباء أكتر من الجوب ديسكريبشن بتاعتي اللي اعتذر يكون إزاي للزملاء يعني حد يقولي ما عليش ممكن تعملي ده وأنا جديدة وبيستغل اللي أنا جديدة في المكان أعتذر إزاي وأرفض الحاجة إزاي بشكل فيه نوع من الرقي أهو عشان كده قلت نسأل في الأول على الوصف الوظيفي أنا بالضبط هعمل إيه هنا بس فلما حيتقال يعملي كده بس ده مش من تخصوصي يا فاند بمنتهى بابتسامة كده بس ده مش من تخصوصي يا فاند وخدمة العملاء دايماً بيكون فيها المشكلة دي كمان إنه أي حد بيدخل في مكان بيقولك فين خدمة العملاء أكتر حد بيكون فيه احتكاك مع الجمهور في الأغلب فإيه الإسلوب اليدي انتباعها جيد وفي نفس الوقت حليت المشكلة ومن غير مقول إن أنا بعتذر عن إن أنا مش متخصص في المجال ده مش هيكا باللياقة وعلى حسب الموقف لا يا فاند مش تخصوصي بس ممكن حد تاني ده تخصص أستاذ فلان أو أستاذة فلانة فهي تقوم بي بابتسامة عريضة لا يا فاند مش هقدر أعمل ده بمنتهى صراحة أصلحنا العلاقة المفروضة إن هي حدوم أنا مش جاية النهاردة أو هقعد أسبوع وبعد كده ماشية عشان كده مهم جدا أن أنا أعرف أنا تخصصي بالزبط خدمة عملاء الوضع فيها بيختلف ولو إن برضو بيبقى مقسمة على حسب الموظفين وعلى حسب وبيبقى فيه سكريبت نمشي عليه إحنا بنتصرفش من دماغنا إحنا بنتعمل مع كل عميل على حسب اتجاهه والشخصية بتاعته مش بارتجل ما فيهاش ارتجال في المؤسسات الكبيرة بيبقى فيه سكريبت ده دي الطريقة اللي تعملي بيها العميل العصبي دي الطريقة اللي تعملي بيها العميل كل عميل أتعمل معه زي بالزبط فيه نزام لكل عميل والتعامل معه وإيه حدودي وبعد كده ده مش من تخصصي ولا أنا ممكن أرجع للي أعلى مني فاللي أعلى مني وهكذا فيه نقطة أنا عايز أتكلم فيها المساحة الشخصية مهمة جدا آه طبعا عشان الانتباعات ومش ما بين المرأة والرجل وبس كذا ملاق في الشغل لا هو ما بين كله الرجل ورجل ومرأة ومرأة وكله يعني الفكرة أن أنا ما ينفعش أن أنا أطلب من زميل لي حاجة أو طلب وأنا على بعد مثلا 2-3 متر يعني فيش دايق النصوتي يبقى عالي هيا فلان أنا عايزة يعني دكتور تغريد أنا محتاجة منك لا ما ينفعش وما ينفعش أقرب مني جدا أن أنا أخترق المساحة الشخصية اللي هي بطول الدراع البني آدم كل واحد في ددي مساحك أو أسلم بايع بشكل مبالغ فيه أو لا ما ينفعش وإذا حصل ولقيت زميل بيقرب مني بطريقة مبالغ فيها يعني أقرب قوي أو كده بيخترق المساحة بتاعتي فأنا ببعد خطوة الوارة ما أخدش باله وقررها المرة التانية فأنا ببعد خطوة كمان الوارة إذا حصل فأنا بوقفه من فضلك أنا رجعت وراء بخطوة تين ما بحبش حد يقرب مني أو اللي بيهزره بالإيد أخد بالك بص مش عارفة إيه دايما تلاقي فيه حد في عندهم لزمات لا إما الدراع لا إما الرجل فإحنا بنقول أول مرة لأ أ تاني مرة لأ تالت مرة بيبقى فيها وقفة أنا ما بحبش إن حد يلمسني هو بيتكلم أتكلم ببقك بس أنا بسمعك كويس بفيش داعي لإيدك صحية صحية ممنوع 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 حد يدخل على السوشيال ميديا أثناء الشغل لأن أنا كده ما بحترمش وقت العمل صحية السوشيال ميديا بعدين أنا اللي أتحكم في التكنولوجيا مش هالي تخترقتي وتتحكم فيها لأن بيدي انطباع مش كويس إلا إذا كان مجال العمل في الكيان ده هو متوجه ناحية السوشيال ميديا لكن بما إنه مش مرتبط بيبقى فمينفعش أن أنا ضيع وقتي ووقت العمل والعملة في الدخول على السوشيال ميديا وخلافه أكيد طيب خلينا نقول حاجة تانية هل من الإتيكيت أن أنا لو مريض أن أنا مروحش الشغل ما أقولش بقى أنا هروح الشغل وواجه على نفسي وأي حد تكلمني أنا عيان أنا عيان ده هو من الزكاية الاجتماعي والإتيكيت الوظيفي إن أنا لو عيان أنا روحش الشغل لغاية أما خفت بس ما مش بيش بيش نظام بألفها لأوا أنا عياني النهارده وأنا مش عارفة ورايا إيه والكلام ده ما بقاش فيه استهلاك لوقت الشغل وتضيعه لأن ما فيش حاجة بتستخبه يعني إنت لو إنت قلت أن إنت عيان وفي مكان تاني دلوقتي السوشيل ميديا بتجيب كل حاجة صحيح هتقع هتقع وحيتاخد عنك انطباع مش كويس فلا لو إنت عيان ما تروحش عشان ما تتسببش في دربك المؤسسة كلها ولكن خلص خفيت بقيت كويس تعالى اشتغل وشتغل كويس تعالى هل مطلوب بقى من يعني لو حد من الزملاء مريض إن أنا أتواصل مع الزميل أو الزميلة ألف سلامة من خلال السوشيل ميديا ده من الإتيكيت ولا عادي لا من باب الزوء إحنا ارتبطنا ببعض بنشوف بعضه كل يوم فحصل وإن الزميل أو مجاش يوم اثنين تلاتة فأه بتواصل وبسأل عليه خير مالك سلامتك فيك إيه مجيتش ليه ده بيقوي الروابط عرفت إنه عنده مناسبة كويسة بروح وببارك ولو بمكالمة تليفون عرفت إنه عنده حدث مش لطيف في حد دخل مستشفى أو أو فبحاول أن أنا برضو أتعمل إيه الجمل المهمة اللي أنا أقدمها في المواقف اللي زي دي ما يكونش فيها نوع من المبلغة وفي نفس الوقت هي فيها إتيكيت في المواقف اللي زي؟ زي مثلا إنه عنده مثلا حد مريض أو حد توفى الحيادية وعدم الدخل في التفاصيل أنا بأتصل عشان أعمل الواجب إزاي حضرتك وألف سلامة وبلغني كذا كذا نتمنش فائل عاجل آيا كان بقى الكلمات المصرية اللطيفة بس ما اسألش دخل مستشفى ليه؟ هو حصل إيه؟ وتفصيليا لا بس أنا أقدر أساعد بطريقة معينة يعني فيه في إمكانياتي أن أنا أقدر أقدم إدي المساعدة حقيقية يعني أنا ممكن وأقترح آه مش ها قولي أعمل إيه؟ عايز إيه؟ محتاج إيه؟ مش عايز حاجة؟ مش عايز حاجة؟ مش عايز حاجة؟ هو ديما الناس بتقول كده لا طيب أعرضي أقترح حاجة حقيقية آه أنا أقدر أعادي على الولاد أخدهم أو أجيبهم الحاجة اللي أنا ممكن أعملها هل ينفع؟ لا والله شكرا مش عايزين طيب أنا أقدر أن أنا أعادي عليك أنقلك ووصلك من المكان الفلاني من الساعة كذا للساعة كذا إيه نسبك؟ يعني حصلت حاجة وفاة وفي دفنة بلد آه آه صحيح طيب أنا جاهز أن أنا أجي معك مش هتسافر لوحدك فأنا كده بقدم المساعدة أنا هبقى معي طيب أنا أعرف حد هناك فأنا ممكن أوفر لك كذا أنا كست مثلا أنا ممكن أجي أخد الولاد عندي يعني أقول لزميلتي أنا ممكن أخد الولاد عندي طيب أنت هتعملي إيه للولاد؟ أتصرف أكل أو أتصرف في حاجة أو أنا هقدر أن أعمل كذا 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 كويس واقترح ويتقالي أ أو لا لكن ما أقولش عايز حاجة بجد طيب أطلب طيب شوف طيب لا ده كلام فاضي ده اللي هو تحصيل حاصل يعني ده فأنا عزومة مركبية زي ما بيقولوا يعني مالهاش أي لازمة لكن أنا ممكن إن لو فعلة نقدر أساعد في حاجة أساعد ها هذاكر للولاد وإنت مش موجود أنا أعرف إن الفترة دي أنت مجهور فأنا أوفر بس لو ده مش هيدغطني ما أقولش الحاجة وما وفيش بيها أه أه لا أقول حاجة بعد ده أو حمدش نسي فوق تقطي يعني أنا ما عنديش الحدرة دي فما أقولش بقى والمجملة يتحدى عندنا ترقى فبنجمع مع بعض ويريد تكون الهدية جمعية الهدية تكون جمعية وهل تكون مثلا مش شخصية وسط العمل أو بعد انتهاء العمل يعني إمتى نتفق عليها في وقت البريك اللي إحنا ممكن ناخده أو قبل انتهاء العمل بحاجة بسيطة وما تكونش شخصية عشان ما تتفهمش بشكل غالب حاجة عامة حاجة عامة نبهد عن المحفاظة ونبهد عن البرفانات ونبهد عن المدنية المفاتيح ونبهد عن الورود يعني ما ينفعش أنا كمرة أجي أقدم لأي أن كان الشخص رجل ورد أقدمه لدرجة الأولى درجة الأولى اللي هو جوزي أخويا والدي مديري ما ينفعش أقدم له ورد زميلي ما ينفعش أجيب له ورد ما هي الهدايا اللي ممكن نقترحها لزميل العمل أو زميلة العمل أو الرؤساء مثلا؟ نحاولي بقى الموضوع مثلا لو تقم مكتب حاجة عملية حاجة بتضيف تنفع في الشغل سماعة مثلا ولكن بلاش الأمور اللي هي بتلزمه أنه حيستخدمها يوميا وشخصية جدا فبالتالي الله دي حالوة مين جابها؟ ده زميلي لا 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 ما يصحش ولا يفرض علي نوع معين أستخدمه من البرفان دي أمور شقمال مين؟ طبعا الجوزي هيجيب لي إيه فاهماني؟ بس على موم ما احنا هنخرج لفاصل سريع ونعود نستكمل حوارنا عن إيتيكاة الوظيفة بنعود مرة أخرى مشاهدينا بنستكمل حوارنا عن الإيتيكاة الوظيفة مع خبيرة الإيتيكاة أستاذة نادين جاد يمكن احنا كنا بنتكلم على أكتر من جانب إيتيكاة الوظيفة في التعامل من خلال السوشيال ميديا إيه المسموح ما بين الزملاء وغير مسموح به؟ السوشيال ميديا عموما؟ لا لا يعني مثلا نقول الجروبات مثلا جروب الشغل أو الواتس أب مثلا أو الفيسبوك لو الفيسبوك أنا المفروض من باب إن إحنا لما بنعرف بعض وإيه الأخبار وعشان نحصل التواصل فبنأخذ الفيسبوك أو أي إن كان الوسيلة أكون مجامل لطيف لكن ما أحركش حد ما أقولش حاجة مش لطيفة معلقش تعليقات تخيفة عشان ما يتخدش عني انطباع مش لطيف أو أحط الزميل في موقف محرج وأحاول إن أنا أبعد عن القلوب الحمرة والكلمات المبلغ فيها والمجاملات المبلغ فيها للزميلات عشان ما أحطهاش في موضع محرج بالنسبة للجروب بتاع الشغل اللي بيكون على الواتس أب ليه شوية نقاط لازم نلتزم بيها ما ينفعش أدخل في أي وقت من غير ما ألقي التحية صباح الخير أو مساء الخير وليه وقت معين يعني ما بيبقاش أنا مثلا صحي صلي الفاجر والوقت الفاجر قم بعت معلومة لا فيه لغاية الساعة 10 من الساعة 10 ونص بالليل لغاية الساعة 8 أو 9 الصبح أنا المفروض أن أنا ما أتواصلش مع أي أحد ولو الوقت تأخر عادة الساعة يعني في غير أوقات العمل أنا ما ينفعش أتصل بالزميلة لأن هي وقت العمل المفروض ده وقتها بتاع الشغل ما يدخلش فيه وقت البيت ولا وقت البيت اللي فيه حياتها بقى الشخصية يبقى يدخل فيه تخترقه مكالمات من الشغل ومن زميل لازم ناخد بالنا لأن ده بيعمل مشاكل كتيرة جدا طبعا ما ينفعش أن أنا بعد شرح طويل من الزميل أدخل أعلق بإيموشن أو اللي هو سباعي الفوق لا لأما أرد رد مظبوط لأما بلاش ما ينفعش أقول يا جماعة وألفت الانتباه وما أقولش السؤال بتاعي وما ينفعش أنا أطهم بالكلام يعني أسأل نص السؤال وبعدين أسأل نص السؤال أنا أقول كلامي كله على البعض مرة واحدة ولو هسجل voice يعني هسجل صوت أنا ما ينفعش أن أنا أطول الوقت أفضل مثلا أحكي خمس دقائق كده أنا بستهلك الوقت هو الهدف من الجروب إيه؟ تسهيل العمل بالصبت ما ينفعش أدخل فيه جمعة مباركة ولا صباح الخير بقى ونعد نحكي اللي هي الصور المعتادة دي أو أدي نصايح بره الشغل أو أعلق تعليقات سخيفة لحد أو أهزر هزار مش لطيف هو ده معمول للشغل وبس فبيبقى فيه التزام ولما حد بيبعت لازم أرد عليه والإجابة تكون واضحة مش بنقطة مش بعلامة مش بصورة مش بانتباع لا 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 أنا برد رد كويس رد مظبوط كويس فده مهم وألتزم بالمواعيد وما ينفعش نتصل بحد في وقت متأخر وما فيش مجال للهزار ده بالنسبة للسوشيال ميديا ما ينفعش أصور حد من غير ما هو يعرف لازم أستأذن وقبل ما شاير الصورة أنا لازم أستأذنه برضو لأنه نفترض أن الشخص ده شايف أنه ما بيحبش يعرف حد حاجة أو مش عايز ينشر زيه أو يكون مخابي أو يكون أيا كان الفكرة إن أنا بستأذنه بقوله أنا هبعت الصورة الفلانية أو الرهال وممكن يكون هو شايف إن شاكله وحش في الصور فلازم نحترم خصوصات بعض شوي وما بعتلوش حاجة وافرضها على صفحته يعني سي أنا نايمة أو مش أخد بالي ما ينفعش عصحة تاني يوم ألاقي في حاجة ما بقوط على صفحتي ونزلة أنا مش عايزة أعرف حد أو مش عايزة ما عنديش الرغبة فده فالاستئزان مهم مش شرط إن أنا أضيع الوقت على الواتساب وأقول أنا أعيز كذا 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 أخد بالي وأنا برد على التليفون مقلة ودل لو أنا جايلي مكالمة في نطاق العمل ومضطر أن أنا رد أنا بنوه لزمائلي يعني دلوقتي إحنا عاديم مع بعض أوكي لو فيه اجتماع مثلا اجتماع أو غير اجتماع إحنا دلوقتي بنتكلم مع بعض وأنا جايلي مكالمة مهمة ومضطر أن أنا رد عليها ما ينفعش كل شوية بص في التليفون وأسيبه وبص في التليفون وأسيبه أو بص في التليفون وأعمل حاجة لا التواصل البصري ده مهم جدا وبعدين أقولك معلش يا دكتور أنا أسفى مضطر أستقبل مكالمة مهمة جايلي أنا كده نوهت لما تيجي المكالمة المكالمة بعد إذنك يا دكتور وأخذ مسافة من 2 ل 3 متر على الأقل وما قلة ودل أخلص المكالمة في وقت بعد الشغل أنا أقدر أعمل فيه ده في وقت البريك أنا أقدر أعمل فيه ده أناقش وأحله بعدين حتت إن أنا أحل مشاكل والحواديد دي لازم فيها تواصل بصري والتليفونات ما تعملتش لده خالص بحنا ناخد بالنا من استعمال التليفون طيب أنا في حد بيشحن الموبايل بتاعه من زمالي ودخل الطايلت والموبايل جانبي مينفعش لم يجي أقوله فلان اتصل بي أوكي يعني مينفعش أقلق اسم وأقول فلان اتصل بي أو هو يكون بيتكلم وأنا أتدخل أخوك برضو هو لسه عنده المشكلة أنا مينفعش التدخل ده فيه مساحة لازم أحترمها فيه خصوصية لازم أحترمها مش عشان أنا زميل أو الموقف حطيني في الوضع ده أتدخل في الحياة بقى أتدخل في الحياة أو أفرض حاجة أنا مجرد أنا بقترح بابتسامة لطيفة بسيب انطباع كويس بكون هادف تصرفاتي بحاول أن أنا كمان أبقى مثال مشرف للشركة وأبقى مثال للمؤسسة والكيان وأبقى مثال مشرف للزمالة يعني يحبوا أن هم يتكلموا معي يذكروني بالخير يقولوا كلام أول ما تيجي سير يا السيرة يا ده مزعج ده رغاي ده صعب ده ريحته مش عارفة إيه يفهمها ده ما بياخدش باله ده بيأكل بصوت يعني ساعات بيبقى في أمور كده أنا مش بقول نأكل تفصيليا بالشوكة والسكينة ولكن إذا تطلب الأمر لده أنا في وسط الزمالي وكلنا معزومين مثلا في فتار رمضان أو في عشاء عمل أو غيره وكلنا متجمعين مع بعض فده يتطلب أن أنا أأكل بالشوكة والسكينة وأأكل بطريقة كويسة وألتزم بأداب تناول الطعام المزبوطة وما فيش حاجة اسمها معرفش وما فيش حاجة اسمها أنا بأكل برحتي أكل برحتك في بيتك في مملكتك ولكن مش قدام الناس بيبقى فيه بعض القيود وأخد بالي من التفاصيل ما فيش ده الهزار والاستزراف في الأمور دي لأنه ساعات بيحرج أكيد خلينا نتكلم كمان لو فيه مناسبة يعني فيه مثلا مناسبة خاصة بالشركة أو المؤسسة أو أيا كان ومطلوب أن احنا كلنا نتجمع وتكون حاجة مرتبة كديش بورتي أتعامل إزاي مع الزملاء وإزاي أنصق حاجة زي كده وأنا عندي حاجة في العمل ومتطلبات الاحتفال أو المناسبة دي أن كل حد يقدم حاجة نتفق إزاي وإيه الإسلوب الشيك والمهزب ساعات بيبقى فيه بعض المعارض أو ساعات بيبقى فيه بعض السفريات وبيقوم بيها مجموعة من الشركة بالترتيب والاتفاق أطرح الموضوع في وجود الزملاء الموجودين في هذه اللي هما بينتموا للمناسبة دي وحاول إن إحنا نكون كلنا متجمعين ما يبقاش فيه حد فينا ناقص عشان ما نفقشه بعد ما إحنا نتفق على اتفاق معيني إيه حد يلغي هذا القرار أو الاتفاقات دي وبيبقى بالمعقول ويبقى فيه تساوي وتوازن في الاتفاق ويكون الموضوع لائق وشيك ما يبقاش فيه رواقع إحنا بفازة مش عشان إحنا جروب واحد يلا يا جماعة إحنا ناكل نهار ده كجري نقل بريحة المكان كله إحنا ممكن نعمل ده بس فيهم الأجازة إحنا ممكن يوم الأجازة نتجمع مع بعض ممكن نعمل ديش بارتي في عند بيت حد فينا معين وساعتها برضو حنقسمها بطريقة لطيفة ولكن لو الموضوع بينتامي للعمل أو خاص بالعمل نبقى لين نظام آخر إن إحنا بنقسم على بعض ما بنرهقش بعض حتى لو فيه حد حيقوم بأن هو يشتري الحاجات فبيشتري برضو ما ينزلش يشتري من أي مكان إيبقى عارف مكان هو واثق فيه إن هو جايب حاجة مضمونة شكلها كويس ولو حد ماسك الحساب بيبقى كله بالورقة أو بالقلم وبيجيب فواتير عشان المصدقية إحنا بيجيب نقول إن أحد حيخونه ولا حاجة ولكن البعد عن الشبهات ده أفضل بكتير أكيد التنظيم بلاش التهريك بصوت عالي بلاش الأداء التمثيلي إن أنا في حكي الموضوع بلاش الانشغال الكامل بالموبايل ده بيدي برضو انطباع مش كويس الملابس اللي هكون مناسبة لإيبنت في الوقت ده مع الزملاء هل يكون بهرج مفروض طبعا ما يكونش فيه بهرجة لازم يكون الدراس كود يكون محدد على حسب لو أنا مدعو أنا بسأل المكان طبيعته إيه واللبس بيكون فيه إيه في بعض الشركات بتلتزم بيونيفورم معين ولبس معين لو أهو المجال مفوش الالتزام باليونيفورم ده أنا بحاول أن أنا أبعد عن الجينس المقطع وأبعد عن المشجر وأبعد عن المالة يتناسب معايا والملفت للأنظار بطريقة غير لائقة أنا مش رايح أخطف الأنظار أنا رايح أشتغل والسيت ما ينفعش لو إحنا المكان على حسب ما ينفعش ألبس جوب قسير ما ينفعش ألبس ما يسير أو ما يبين أنستي لأن أنا في مجال العمل لازم أكون ملتزمة نوعا ما أبعد عن المشجرات بحاول ألتزم بالألوان السادة اللي لايق على بشرتي وعليا وبلايق هدومي تكون نظيفة ومكوية وشكلها لائق عايز أتكلم في موضوع البوفيه ده موضوع وهم جدا لطيف وإحنا كمصريين بنهذر والجمع ولكن شوية نقطة نلتزم بيها عشان اليوم يمر بسلام نلتزم بالطابور ما ينفعش عشان إحنا زملاء وفي مكان واحد نهذر مع بعض ويا فندم وأنا طبع القسم الفلاني فأنا لازم يجي قبل ما عرفش مين أنا باخد فكرة عن البوفيه في الأول نظرة سريعة وبعدين باخد طباق واحد ما ينفعش أمسك طبقين وبامسك الطبق في إيدي الشمال عشان اليمين تكون حرة وما باخدش وقت طويل وأنا وقفة أنا باخد فيه ناس بتوع تتناقش قطعة بالزبط يعودوا يحكوا ويسايبين الناس ويوعدطلوا الطبور ما ينفعش أمسك طباق بالتاقي واخد الأكلات السهلة اللي أنا عرفاها يعني لو في أصناف أنا مش عرفاها ما اخدهاش واخد وما ملاش الطبق يعني أخد مثلا قطعة 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 وبروح بعود بخلاصهم لكن الإتيكات بيقول أم يخودي تاني أم يخودي تالت أم يخودي رابع بس ما تنليش الطبق الطبق ما يكونش مليان هرمي للشكل وما ينفعش أسيب فيه أكل يعني أنا باخد الطبق لازم يخلص وبطريقة لقيقة بدون هرجالة وبهدلة وينفعش أبهد للدنيا أعرف بالضبط استخدام الفوتا والفوتا استخدامها على رجلي اللي بتتحط هنا ده هزار اللي بتتحط على الدماغ ده ضحك وهزار وهي استعملتها إن أنا بس بتتحط لو حاجة هتقع على هدومي أو كده دي دي الفكرة بتحمي هدومي ما بتقمصش دور الوحش وأشمر ولو فيه أكل بعيد على التربيزة أنا بطلب من الجامبه يعني لو نفترض إن طبق الصلاة عنك بحقولك دكتور أنا عجبني طبق الصلاة عايزة طبق الصلاة طمام فضلك فأنا استخدمت ابتسامة واستخدمت كلمة الكلمات السحرية الاستئذانية فحضرتك هتديلي اللي جنبك واللي جنبك هتديلي اللي جنبه وبعدين هيوصلي هاخد الكمية اللي أنا عايزها ويرجع تاني بنفس الطريقة وشكرا الملح والفلفل أصحاب لو حد طلبه بيروحوا هم اللي اتنين يعني لو أنا طلبت ملح أقدمهم إزاي بقى يعني في الملح بس بيتحركوا ما بعد يعني تفضلي أو تفضلي يعني ما يفعش حد يطلب ملح أدينه الملح بس لأ أنا هدينه الملح والفلف ده على طول ده قعدة من القواعد ما بيختلفش عليها اتنين لأن ممكن بعد شوية حد يطلب الفلف من وعد ندوره هو كان جنب الملح ولا راح فين احنا سألنا عليه ويخسلها رجوة ما رجوة خلاف نأكل بطريقة الفوطة ما بنستخدمهاش في تلمية حاجة ولا تنشيف وشنا ولا أي حاجة هي مكانها بس هنا وبعد الأكل أنا بحطها بشكل طبطب على شفافي وبحطها على يمين أو شمال الطبق يا الفكرة أنا ما بطبقهاش تاني أدواتي لما أحد بيتكلمني بمجرد ما بتتشال من على الترابيزة تتحط في الطبق خلص ما بترجعش الترابيزة تاني أخد بالي ما بعملش صوت الأدوات ما بتخبطش في سناني ولا بتخبط في الطبق وباكل بمنتهى الهدوء وبقطع على قد القطع اللي بتبقى في بوقي لو حد يوجه لي كلام أنا بعمدق بوقي طبعا مقفول وبستنى لمبلع وأرد فيش كورتين لا هالس ولا كورة حتى وبعدين ما باشربش ميا ولا عصير أثناء وجود الأكل في بوقي لو لقيت صنف أكل أنا مش عارفة أكله وخلاص أنا جبته دبستي فيه أنا بستنى لأول واحد يبتدي يتعامل معي أتفرج وأبتدي أشوف وأستوحي من أسلوبه بس الطريقة لقيقة مش كل الأكل بيتاكل بالشوكة والسكينة في بعض المأكلات ممكن أتناولها بإيدي فهما بيبقوا الصباعين دول والصباعي الثالث بيساعد في السند وبرضو بتبقى بطريقة شوية يعني لائقة كل حاجة وليها نظامها ما عملش أصوات ما كلمش بصوت عالي مبيبقاش عندي فضوله لو حد طلع دواء أو حاجة بياخدها من فاشا قل له إيه سلامتك والدواء إيه دا وأمسكه ألفة الأنظار لي أنا سيبه في حاله ياخد اللي ياخده وخليني أنا كمان في حالي إلا إذا توجه لي سؤال لو حصل وأنا قاعدة على الترابيزة سوضف في وجود حد تاني من شركة تانية أو في فرع تاني أو حصل فإحنا ممكن نتعرف بعرفه بالألقاب أنا فلان الفلاني هو بيعرفني أنا فلان الفلاني فرصة سعيدة ونتجاذب أطراف الحديث ولكن بهدوء أكيد آه يعني ومش أثناء الأكل مبيبقاش الأكل ببقي وأنا عمالة بامضغ وممتكلش ليه واسمك إيه لا أنا أخذ بالنا شاية لأن كل ده في ناس تانية بتلاحظ الكلام ده طيب عملية يعني خلصنا الطبق الرئيسي وفي المناسبة نفسها عندي التحلية والفكهة بعمل إيه ممكن أسأل حد من الزملاء طيب أعمل حسابك أو حسابك معي في طبق ولا ده مش محبوب هيبقى حتروحي مارتين حتروحي ديبيله هو الطبق بتاعهم بعدين روحي ديبي الطبق بتاع لا 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 وطبعا لو أم علي لو جيلي لو سرود سلات لو الكلام نحن بنستخدم معلقة لو كيك أو جاتو أو كونافة أو خلاف وإحنا بنستخدم شوكة الفكهة الفكهة كل فكهة بقى وليها نظامها بس المفروض في الأبن بوفي الحاجات دي بيبقى عاملينها بشكل سهل سهل التناور صحيح فالبطيخ بيتاكل بالشوكة والسكينة التفاح بيتقطع الموزة برضو بيتقطع الحروب بتاعتها وبتتفتح وتتاكل بالشوكة والسكينة أنا ما بقولش الكلام ده أنا مش بقيد الناس بي أنا دايما بقول الإتيكيت إنت فين ومع مين لو إحنا في البيت بتاعنا ده المملكة بتاعتنا أكونه زي ما إنتوا عايزين لو إحنا مع الوالدة أو الوالد الخالة العامة الأصحاب الجيران زي ما الناس بيتعاملوا أنا أتعامل لو أنا رحت أكلت في البلد معاهم في الصعيد أو في الأرياف أو وقعدنا على الأرض بقعد زيهم وبأكل زيهم عشان الانسجام مهام ولكن بطريقة ما تزعيكش اللي حوالي أكيد خليك خفيف ما تحولش أن أنت تضايق حد ما تلقيش الدق على مواقف مزعجة ممكن يكون هيتأثر بيها زميلك أو زمالتك بلاش العشم الزيادة إن أنا غطي علي أنا عندي مشوار طب أنت شيل شغلي طب أنت أقوم طب أنت أعمل بلاش العشم الزيادة لأن كل واحد هنا وعنده مشغله وعنده كتير يعني الإتيكيت وفن التعامل بمجال العمل الحقيقة بعلوات كتيرة جدا جدا كانت مهمة تعرفنا من خلالك وأنا مع حضرتك عليها نورتينا وشرفتينا خبيرة الإتيكيت أستاذة ندين جاد شكرا لحضرتك نورتينا وشرفتينا بنلتقي غدا إن شاء الله مع فريق أعمى الآخر وبنصبح عليك وإلى اللقاء شكرا لحضرتك